أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى أتمنى أن تكونوا بألف خير اليوم جيتكم بحلقة جديدة من وصفات سناء كيناني لكي أقدم لكم واحد طارطة تأتي بنينا الديدة وسهلاً في التحضير توجدوها لعائلتكم ولا توجدوها لعائلتكم ولكن الحمد لله هذا هو الفريز الفريز موجود الفرامبواز يعني الفواكه الحمراء كلها موجودة مع لكم غير تجربوها هذه الطارطة حيث تأتي بها الكيك والكريمة مع الفواكه تأتي بجيدة وسهلاً مع المقادر وطريقة التحضير ولكن كل من تكشي نشوفوا الشكل لها كيف يأتي بشكل ها هي أنا قطعة لكم بسم الله هذا مجدد يعني لا تجعلها تبرد هي من الأحسن توجدوها الصباح وتجعلوها تبرد للعشية لكي تأتي بشكل كريمة تأتي بشكل كريمة كيف يأتي بشكل كريمة تشوفوا شكل كريمة تأتي بشكل كريمة تأتي بشكل كريمة يمكن أن تكون مجدداً لا يمكن أن تكون مجدداً نبدأ مع المقادر ثلاثة ديال البيضات كاس إلى ربع زيت كاس إلى ربع حليب سكر سليدة نصف ديال نشا ثلاثة ديال بودرة الكاكاو 50 جرام ثلاثة ديال طحين نحتاج خمارة وفانينا بكل من وزن سبعة نبدأ بشكل كريمة بسم الله نضيف البيضات ثلاثة ديال البيضات نضيف عليهم كاس إلى ربع ديال سكر سانيدة وعندي فانيلا من وزن سبعة جرام وقابسة الملحة باش كنحيدو الشيطان غادي نطربو هاد الخالط مزيان ضروري ما تطربوه حتى يولي لكم متل بايض كي يطلع كي يولي بيد كي تضع في الحجم ديالو باش كتجينا ذاك الكيك طبقة ديالو كتجينا مهوية هنا كنضيف الحليب كاس إلى ربع وزيت كدالك غادي نضيفون سكاس ديال نشا غادي نغربلوه وغادي نغربلو البودرة الكاكاو ضروري ما تغربلوهو باش ما كتجيكو مش مكورة فوسط الكيك يعني كتكون سهلة وكان نضيفو خمارة من وزن سبعة جرام على الخالط وكان نغربلو كل شيء وكان نحركو بحال حاكا يعني كان بقى نحركو من تحت الفوق باش ما كان هبطوش ديك العاجي ما كان تهبطش لنا سافي كان بقى بها تشكل هادا وكان نضيف الطحين حتى هو دوك جوش كيسان ديال الطحين تاوما كان نضيفهم سافي وكان خلط داك نخلط داك الخالط اللي غادي نوجد ليه المول مول ديال الاربعة وش عشرين سنتيمين اللي درت أنا دهنتو بالزبدة ودرت عليه بودرة ديال الكاكاو باش كي تجينا ما كيجيش بيد من الجواني بملء احسن بودرة الكاكاو كيجي الماداق ديال كاكاو تفل الكيك منجين ما كيجيش بيد كيجي تبقى واخل اللون ديالو انه لون شكلات سافي كنطلع ديك اللوبول الفوق اللي كنخلط فيها الخالط وكان هبطو باش كيجينا الكاك ديالنا كيجي مهوي كندخله الفران مصخن على مية وثمانين داراجة اشتنشعلوه من تحت وعاد كنشعلوه من الفوق وكان خليه الكاك ديالنا كيطيف اما بالنسبة الكريمة تقدر توجدها في الوكي ما تقدر توجدها في الاخير أنا درت ميتين وخمسين ميلي لاتر ديال الحليب يعني انس اترو ديال الحليب اللي استعملت بارد وغادي تدفو علي المكونات هو بارد غادي تديرو لي واحد معلقة كبيرة ديال السكار مع سكر الفانيلا من وزن 7 كرام وعندي معلقة كبيرة ديال بودرة الكريم باتيسياخ اللي كنستعملو هنا اياه وكتخلطو هاد الخالط سافيك تخلطوه بحلاكة وكتخليه فوق العافية تتيتقليكم سافيك نخلطوه ضروري ما يتخلطوه بارد باش ما كيجيكم ش مكوور إلا ما خلطوه شو بارد كتتتكور لكم كيما كتعرفو الكريم باتيسير كتتكور سافيها هو بعدما وجدتنا الكريمة كما كتشوفو ما خاصش تكون تقيلة بزاف بارد حيث يلا كنخلطوها ودك شي مع الشونتية خاصة تكون هي هاديك تجيبها لهاكة بهاد القاوم هذا الكيك ديالنا ها هو خرجناه من الفران غادي نخليه وهي برد باش نسقيوه ونديرولو الكريمة ديالو سافي بعدما بردتنا الكيك غادي نجيبو طبقة تقديم اللي غا نقدمو فيه أنا هنا يسقيتها بالحليب تقدروا الحليب تضيفو عليه الشوكولات كيما تقدروا تسقيوه بحلاكة يعني أنا تقيتى بهاكة كيكون بارد هرا ها هذا الكيك كيتجي متقياه ورطبة كيتجي إلديدة وكان بقى نسقيوتها تنشوف الجوانب كلهم انهم مسقين إلا ش الحليب مغابوطش كان ندير هاكة كندير تقبات بلكيغدو باش كيبقائها بطلي الحليف البلايس لي مغابوطش فيهو وكان سققي فيمزيين كيما قوتلكم تقدروا تضيفو عليها كيما تقليوه الحليب مغابوطش على الشوكولات 50 جرام بودرة الكريمة نضيفها مباشرة على الكريمة نضيفها مباشرة على الكريمة نضيفها مباشرة على الكريمة فكرا لكم نشاركه معكم نضيفها مباشرة وكما تكون مباشرة نضيفها نجح اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة